بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتر ومن يضلل فلا هذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق دقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالين كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سريدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ برعة وكل برعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار عباد الله فإن من نعمة الله على هذه الأمة المحمدية وتشريفه لها أن جعلها أمةً وسطاً خيارًا عدولاً فقال تعالى وَكَذَلِكَ جَعْلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا فقال الله تعالى وَكَذَلِكَ جَعْلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا فهي خير الأمم التي أخرجت للناس قاطبةً كما وصفها وشهد لها ربها وخالقها بذلك فقال كنتم خير أمةٍ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله اختار لها سبحانه من خيارها وأوسطها نسبًا وما كانت خيارة خلقه وأفضل رسله فبعثه فيها نبيًّا رسولًا لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيزٌ عليكم ما عندتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤف الرحيم وأنزل عليها أشرف كتبه وجعله مهيمناً على الكتب قبله شاملاً لخير ما جاءت به وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدِّقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه بهذا النبي الكريم وهذا الكتاب العظيم شرَّفت هذه الأمة وبمتابعتها والاهتداء بهذه كان الخير الأمم وأوسطها وأعدلها ثم كان أسعد هذه الأمة بهذه الخيرية أسعدها باتباعها وأحرصها على هديها قولًا وعملًا واعتقادًا وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تابعهم ثم تابعون لهم بإحسانٍ من القرون المفضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية في قوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهؤلاء خيار الأمة ثم يلحق بهم كل من كان على مثل ما كانوا عليه من الهدى والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآل وسلم من أعلى سنة والجماعة في كل زمانٍ ومكانٍ الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق بأنهم الفرقة الناجية وأنهم الجماعة فهؤلاء جميعًا هم خيار هذه الأمة وأوسطها فإنه بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه ومضي عصر الخلافة الراشدة ومضي خلافة الراشدة بدأ آخر أهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ظهور التفرق والاختلاف فخرجت الخوارج ببدعها وشيعت بغلوبها وفتنتها ثم توالى ظهور البدع وتكون الجماعات وكلٌ من هذه الفرق قد خالف ما كانت عليه الآئمة عليه الأمة في أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدر الخلافة الراشدة وابتدع في الدين ما لم يأذن به الله وانحرف عن سواء السراط إما إلى تفريط أو إلى إفراط وشابه الأمم الأخرى في بعض بداعها فإن حطت منزلة هذه الفرق وابتدعت عن الوسطية وابتدعت عن الوسطية الثابتة لهذه الأمة ألا تفاوت بينها في قد ذلك مبلغه وأصلح للسند في هذه الأمة بالنسبة لسائر الأمم فهم وسط بين فرقها كما أنها وسط بين فرق الأمة بارك الله لي ولكم ولمن آمن وأسلم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم فسط بين فرق الأمم ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر